الحالات توتسويت غيكاب ميدي غيكاب ميدي متابع الاخر المستجدات الاخبارية اهلا بسلامة مرحبا بكم نسي لكل من تسموه في اذاعة اللحية تفهم هذا موعد جديد من غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين كالعادة نرجو فيه على ابرز الاحداث على مستوى القيروين وكذلك على المستوى الوطني والمستوى الدولي تنجموا تسمعونا على البوندا فام 90.3 وإلا عن باش فيسبوك متعنا اذاعة الحياة بالعربي مقابلتها الحياة فام بالفرنسية وبيانت تسمعوا لايف ستريمينج على سيت ويب متعنا الحياة فام بوان نت رحب بفريق البرنامج جمعية اليوم ايمن ليجا في الاخراج التقني للحصة سيف بول عرس في ديجيتال معكم سيهم حمدي من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي تحاليل ونيقاشات معامقة لكل الأحداث في تونس والعالم يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة الفين ما هو يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي بش نحكيه على احتجاج أعوان البريد بسبب التوقيت الرمضاني قيس سعيد يوجه رسائل سياسية في ذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم الحبيب بورغيبة تحول اليوم إلى مدينة المونستير وتلأ الفاتحة ترحما على روح زعيم الحبيب بورغيبة ووجه خطاب وكلمة للتونسيين ولكفة التبقة السياسية طبعا فيها جملة من الرسائل بش نرجع لها بأكثر تحليل تونس تاخذ موقف حاد من تصريحات رئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية تونسي عثمان الجرندي وهاتف نظيره التركي ويستدعي السفير التركي في تونس على خلفية تصريحات أردوغان بسبب حل البرلمان بش نرجع بأكثر تفاصيل شمعنها تونس اخذت هذا الموقف من تصريحات أردوغان رغم أنه فما عدة تصريحات أخرى من وزارة الخارجية الأمريكية من الاتحاد الأوروبي وعدة أطراف أخرى هل تسير تونس نحو السيناريو اللبناني أم أنه لا يوجد وجه شبه ولا يوجد وجه للمقارنة بين تونس ولبنان عودة على الأزمة الاقتصادية في لبنان والوضع الاقتصادي في تونس وتحذيرات عدد من الخبراء بشأن الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي مواصين حتى الساعتين مرحبا بكم من نسي الكل دقيقة على إذاعة الحياة الفهم أنتم تسمعوا في غيكاب ميدي ليتوصل معكم حتى الساعتين وكالعادة البداية بالاكتواليتي أكتواليتي الأكتواليتي الأكتواليتي بيسر نحكي وعلى التوقيت الرمضاني اللي يتبدل بالنسبة للإدارات ومختلف المنشآت العمومية رئيسة الحكومة كينت أعلنت على توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة الإدارية في شهر رمضان نهار الاثنين حتى للخميس من ثمانية متع صباح حتى لساعتين ونص نهار الجمعة من سبعة ونص متع صباح حتى الماضي ساعة ولكن هذا التوقيت تسبب في احتجاج أعوان البريد بيش نرجو بأكثر تفاصيل على هذه الاحتجاجات مع سيدة لميال العرابي عضو النقابة الأساسية للبريد بالقيروان مدام لميال العرابي عسليما مرحبا بيك على إذاعة الحياة الفهم عسليما سيهان مرحبا بيك مرحبا بيكونا مستنعي راديو الحياة الفهم شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة يعيش كنتي بالنمثل مدام لميا يعني فم سلسلة من التحركات الاحتجاجية اللي دخلوا فيها عوان البريد خاصة على التوقيت الرمضاني لو كانت وضحنا عليش بضبط نحب نعطي بس تسعة للتوقيت متاع العمل بالنسبة القطاع البريد بإسحيح نحنا ننضويه تحت للمنظمة للحكومة لكن روما توقيت خاص بينا كقطاع البريد قطاع عمالي التوقيت ينطلق 8 حتى للساعتين بالنسبة للمكاتب البريد لكن رسميا رسميا هوا 8 ذربة تكون الناس ونجودة في المكاتب بتاحها باش تستلمها مويلها وباش وباش ثم مضي ساعتين تنتهي normal mode service مع القيونات يعني هذا القانون يقوله لكنه ما يعندوش يحساب وعندو من الساعتين لساعتين ونص يوقف حسابات ويشوف عندو شي إشكالية عندوش كذا هذي في الساير العادي للعمل اللي ما يبداش قدامه المواطني واللي يكون معنته يكمل معمضي ساعتين كمل آخرك ليرون ساكر الربات وروح هذا التحديد لكن اللي قاعد يصير في مكاتب البريد يهام أنه الزملاء والزميلات يكملوا حتى البعد الساعتين تلقى فما 50 و60 و100 رقبة موجودين غديكة في المكتب البريد واللي مطالب باش يسديله الخدمات انتاعه باش يقضي المشور أي على خطر هو الحريف معناها مادام لميا يلقى مكتب البريد محلول حتى لساعتين البيب يتساكر من ساعتين دونكوهي نجم يدخل حتى لساعتين غير درج أي أي لكنه الحريف ما قادرش مكتب البريد الوقت اللي هو يتساكر ماضي ساعتين يبقى الداخل في البدد حتى يكملوا معناه حتى من يكملوا يعني معدل ساعات العمل اللي يبقى حتى الماضي 3 و 3 ونص إذا مشوا الـ 4 و 20 وإحنا في رمضان سنة 2 وإنتي تعرش معناها رمضان وتعرش معناها قضية وتعرش معناها إنسان مش يروح مش يقضي في قضيته الخاصة ومسائل الخاصة الاحتجاج كان على التوقيت بداية أنه على التوقيت لكنه يتساهم نزده مع عديد الأشياء الأخرى لأنه نعم كنا في إدراض في 22 و 23 و 24 ورغم أتغير حتى شيء إحنا صبحت يوم ما بعد الإدراض يعني صبحت يوم الجمعة 25 نارس في 12 أنا تمنيت إنه برشة وسائل عنين جت غطات وعملت طلة هكي على مكاتب البريد وشافت حجم الأعوان وحجم الخرف وحجم الخدمات اللي موجودة غاديك حيث نقول لك إنه الماضي 3 نهارتها باش الناس روحت كمنانا ألافين خدمة الناس الكل هاي طبيعي مدم لم يا قاتر فما 3 يام ما خدمتش وقتها البريد ما التفقين ما أكيد ما التفقين أما نحنا رانا كيما كيما نطالبوا بحقوقنا كيما نزيد رانا قاعدين نقوموا بواجباتنا على أكبر وجه بالطريقة اللي نحاولوا إنه اللي حريف يكون راضي فاه رانا لديوما يا سيهان نفس الإشكالية الوثائق والله يجي أعمل طلع أنا لأمنيتي واحد من الزملاء في الإعلام يجي أعمل طلع على الوثائق لنعتمدوا فيه رهي فهم مطبوعات قديمة ما عادتش نستعملوا فيها كقطاع واللي ما هديك نحضوه لقفين تاح ونطبع له رانا ديزيني تاين معنا تليزوردين كنا معانا رئيس المدير العام للبريد التونسي في حوار مؤخرا يعني مع دول شبرش اقتزارنا في وليد القيروة واسئلني على الحكاية ذي قلني لو راهوا يعني قطاع البريد يتشكى أنه ما فماش أبسط حتى الضرورية متاع الوثائق ولا الوراق اللي بشي يطبع عليهم ولكن قال مو بيرغة فلا ممكن ركز معتو مدر مانيا أنا هني قلت لك أنا إذا نقول لك يا سيهان خليني أنا أكوتاي إيجا إيجا نهزك نتورك على 3 و 4 بيروهات وشوف حجم المعاناة أنا خليني معنا خلي شهادتي هذيك خلاء أكوتاي والسيدة هذية معنا قاعدة غالب فينا ولكن إيجا نشوف مباشرة نتورك حاجة أخر أحنا يوميا قاعدين الزملاء والزميلات قاعدين يتعرضون للعامس بالمناسبة نحب عبر الأثير نسوق أجمل وأحسن تعبير الاحترام والتبجيل لكل الزملاء والزميلات في مكتب دريد حشاد اللي تتعرضوا للإهانة والهرس أمس 50 شنوالي سهل البرح تم الاعتداء عليها لفضيا ومعنويا وماديا تم الاعتداء عليها وتم ضربها في شخص سيد رئيس المكتب من قبل شكور من قبل حريف يعني من قبل حريف معمليات هذه قاعدة تتكرر لكن لو ما لرؤ إنه نحكي ريفي تون سنعات ما تعالش هنا تون سنعات نعني نور من موعة نواية أخر نتاع عبد ونفو آخر انتلكتويل وانتا نحكي وعلى عبد أرقى شوية فامتني ما احترامي لكيفة الحرفاء في كل مكان يعني ما نطلوش مدى لما أرقى ولا من ميزوش يعني ما نقلوش نسمعني مش على حاجة نحنا نحكي المناطق الداخلية ديما ما نتعب بحكم الضغط بحكم البيئة لعايش نفا بحكم المعاناة لعني نفا مش تلقى نوعية حرفاء أخرى فما عدة تعوامل الاكتذار قلة مكاتب البريد اللي يتنقل من بعيدهم فما برشا رأوا إشكاليات تنجمت ساهم في هالتشنج ساعات اللي هو مدين بطبيعة الحال وندينه أي اعتداء يتم على أعوان البريد ولا على أعوان صحة ولا على أي قطاع الحقيقة وعلى أي إنسان قد يقوم بعمله أي إن كان الترففة عمرك ما تعتد يعني ما دم لم معني هالتحركات الاحتجاجية بتاعكم فيش تتمثل بالضبط وقفة احتجاجية ولا سلسلة من الوقافات بش تتواصل ليميت الجه وما هي مردئين انطلقنا بالاحتجاج من الساعة الواحدة بعد الزواج في هذه المحد بالأسبوع ذا في انتظار معنا فما خطوات تصعيدية قعد قيد الدرس والتباح في مدينة نقالات الأساسية والجامعة قاعد ينشوفوا في سيافة أخرى في طرق أخرى المطلب إنتاكم اشن هو فيما يتعلق بالوقت مدام لم يشنو طالبه المطلب الساعة يلزم ورجعة التوقيت كيفيش يعني مقترح أخرى لنفس البحث هو كتبش وقسات تلقاها تخدم ثمانية مضي ساعة وانا قد لك مش تجينا أوقات مش نكون فيها فما غرشة غسرة وبرشة معانتها معاملات ينزل في الخدمات للحرافات ترسلوا اللارضة من دراشية وسبوها مقتشيرة وحدها يعني طالبوا مثل من يلمضي ساعة قطع البريد يتطالبوا ورجعت التوقيت مراجعة التوقيت قديش المدة وكذا هذي كي يتفقوا فيها طرف اجتماعي وإدارة واللي هي ألغاتهم وأخذات القرار وحدها هذه نقطة نقطة ثانية رانا بالنسبة للمطالب اللي هي من الوسائق ومعدات العمل ووسائل العمل اللي لحد الآن ملخينا حتى بادرة من الإدارة اللي هو يقول أنا بادرنا ولقينا حلول رانا الشخص اللي كان يمول فينا بالأوراق ما هوش قهد يعطي فينا في الأوراق رب سايل ولغيت السفقة مع السيدة داي وخرج يعطيني حل بديم هذه نقطة ثانية لليس بهاد بالنسبة للأعوان المسؤولة كإدارة كانت توفر الأعوان تشوف توفر فيهم الأعوان وتخدد منه في رقمنا تلقى حل تلقى حل باش نجم تخدد من الأعوان وتلقى حل حتى للحريف احنا مشكلتنا انه بين الحريف وبين الإدارة مم ورغيت الضغط ما بين الحريف ما بين الإدارة ما تقينيش حتى حل علشنا ينزلني أنا تحاول بريد فما الجملة من النقاس إلى جانب مراجعة التوقيت هذي مطالب يعني قطاع البريد نحب نذكر فقط بالوقفة الاحتجاجية باش تتواصل أسبوع كامل من مضي ساعة حتى المضي ساعتين في كفة مكاتب البريد فما الخدمات الدنيا متوفرة يعني نجم بالتوضيح ايه ايه نحن رهو بالنسبة الوقفة الاحتجاجية محنا في انتدار انه يكون فما رد من درس الإدارة فما تعمل يعني ينشي أسبوع هذو وبعد ما نعرفوش نوم ينشي تطير من بعد واضح بيفما خدمات تزدى في التوقيت هذا من مضي ساعة ها يتم غلق المكاتب معناه ايه يتم غلق المكاتب به واضح نشكرك برشا مادم لم يلا عرابي عضو النقابة الأساسية للبريد بالقيروين اللي المفروض يخدم الثمانية للساعتين فما وقفت احتجاجية متواصلة من مضي ساعة لمضي ساعتين يعني يغلق تغلق كيفة مكاتب البريد مضي ساعة معاتش تلقاه مكاتب البريد محلولة إلى حين التفاعل من قبل سلطة الإشراف بعد شوية نرفع لحضارتكم ذين صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة القيروين ومجاورها وبعد جيكم سوار بن حميدة في نشرة الأخبار اليوم الأنظار تتجه إلى مدينة المنستير بمناسبة ذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم لحبيب بورقيبة باش نحكي على هذه الذكرى نرجى شوية بالتاريخ ونحكي وزيدا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحول إلى مدينة المنستير وكل عادة لم يفوت هذه الفرصة ليوجه رسائل سياسية باش نحكي وعليهم بأكثر تفاصيل معي في البلاتو سيحمدي الباقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لشأن العام مرحبا سيحمدي مرحبا بك مرحبا بمستمع المستمعات ومرحبا بمحبي الحياة شكرا جزيلا لك إذن اليوم الأنظار تتجه إلى مدينة المنستير في الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس كانت توجه إلى مدينة المنستير يعني شفنا زيدا بعد عبير راموسي توجه تزيد إلى ضريح الزعيم ربي يرحمه نعم وشنوات نجمة تقول سيحمدي بهذه المناسبة على الزعيم الحبيب بورقيبة في الحقيقة أنا بو مش نتخلى شوية على أفكاريانة كمواطن أما كرسالة الزعيم بورقيبة أسس الدولة وكان ربما رمز من رموز مقاومة في وقت من الأوقات عمل أخطاء كما أي بشر كما نس لكم مع الأسف بعد 87 يعني وقع تجاهل وأنا كنت شفت عن قرب يعني بقاء في دالوالي لسنوات اليوم برشا ناس تستعمل في بورقيبة كموسيلة ودعاية سياسية كنت تتمنى أنه الناس هذوم يكونوا متحلين بالفكر البرجيبي الصحيح اللي هو يسعى إلى توحيد هو كان ديما يكي على كلمة الأمة بما بمعنى لم يشامل كل المواطني ندر حيله اليوم أن الزعماء اللي يمشيوا يزوروا قبل الرئيس يستعملوا في ألفار التفرقاء للأسف الشديد مهم جدا بش نرجو على خطاب رئيس الجمهورية اليوم وكينزيد الرئيس أشار إلى أنه فما البعض من الأطراف اللي يستمدوا شرعيتهم من رفات أزعيم لحبيب بورجيب وقت عام 87 لا أحد تكلم عن بورجيب وحتى واحد ما سنده وربما حتى واحد ما زاره وما نش ندخل في تفاصيل الأسباب وغيره اليوم بورجيب مرحلة وانتهت ونمفروض في تونس نبدأ نقسه لتونس بعد في القن ما يعني مرحلة وانتهت سيحوان ما تقصد نقصد بورجيب من عام 87 نتكلم عنها حتى حتى لماذا اليوم يتكلم باسم بورجيب ولكن التاريخ لا ينتهي يعني التاريخ لا ينتهي لا ينتهي التاريخ وتواصل وثم نجاحات وثم إخفاق وثم حوايج باي وثم حوايج مش باي أما هل أنه نبقى دائما في نفس المحطة ونتكلم دائما أو زعين بورجيب زعين بورجيب زعين بورجيب الله يرحمه قام خدمته وكان مرحلة معينة في تاريخ تونس سيذكروه التاريخ يعني على امتداد سنوات اليوم أنت كفاعل سياسي مهما كان أنت أو أنت أو أنتون أو أنتما ومكلكم يا فعليين سياسيين والريونة أش تستطيعوا باش تعملوا أو استمدوا على أقل لحوايج الباهية أو النيرة من فك بورجيب وافح باش نحكيه بأكثر تفاصيل ونعرفه ونرجع شوية للتاريخ ونحكيه على الفكر البورجيبي تتسويت معنا بالتليفون سيدة سلاحة دين فرشيو رئيس جمعية الفكر البورجيبي تتسويت في الانترفيو دي جوغة سيدة سلاحة دين فرشيو رئيس جمعية الفكر البورجيبي عسلامة مرحبا بك على إذاعة الحياة الفان في القيروين بارك الله فيكم في الدعوة والسلام لكل لأهالي القيروين شكرا والإذاعة القيروين شكرا وإن شاء الله معناها هذه بادرة طيبة ونولينا هذه أول مرة نذكر معكم وإن شاء الله نعودها برشا مرات إن شاء الله يا ربي مرحبا بك سيسلاحة دين فرشيو رئيس جمعية الفكر البورجيبي وشكرا على قبول الدعوة كيفش يعني تتبعت اليوم وكيفش عشت هذه الذكرى الذكرى الثانية والعشرين لوفاة زعيم لحبيب بورجيبة في مدينة المونستير اليوم والله اليوم السيريموني كما يقول هو اللقاء هدايا واللي هو للذكرى وفاة زعيمنا وبوتونس الكل في الحقيقة لحبيب بورجيبة تعديت بالجداء ككل عام هو عنده 22 سنة من اللي توفق الله يرحم والذكرى انتاعه في وقت ملوقات حبوة بعدها جمعت الوقت نعلي ودرس هو حسين اما اليونر الي كونه معناها الروح البورجيبية والفكر البورجيبي والنصايح انتاع بورجيبة رجعت على الميدان لاني معناها تعدينها في فترة صعبة برشا تعرف انتي كل شي اليوم جاءوا برشا شخصيات اولا من الساعة نبدأ بالول جاء السيد رئيس الجمهورية سيقيس السعيد جاء تسعة قعد بقرافات حتحل هو وعمل دعا وقرافات حب بعدك اخرج تكلمت مع المناظلين اللي واقع دعوتهم هما ما استدعوش برشا على خطرة متعرف المناظلين اللي قضم تساترة موفم تساترة البورجيبية بش منتي ما تغلط شك مير برشا غالطين البورجي التساترة واللي برشا فروع احنا نتكلم عن تساترة اللي منتسبين على بورجيبة واللي هما معناها يعتبروا الروح بورجيبية كلهم في الأصل هذوم الأصليين دخلين لكلهم يحبوا يعملوا جديد مسل شعرنا فيهم وكل حال ربي عاونهم واحنا مدامهم هما على قاعدة ويحبوا يقموا بلادهم وراحبا بيهم اليوم جاهز سيد الرئيس بعد قراءة فاتحة وكذا سلم على المناظلين اللي موجودين و اعطاها كلمة طيبة ياسر تسمعوها في اللي داع من عرش سمعتوها أكيد تسمعني وبرشة صحفيين موجودين سألوه برشة سؤالات اليوم هو المرة اللي يسلوا فيه صحفيين هكا واقفين وهو يجاوب هاي المشهد يعني صحيح أنا برشة ما شفنيه هاي هكا في ندوة صحفية ولا صحفيين يسألوا عايد صوتك شوي يا بربي كانت سليح الدين فرشي ورئيس جمعية الفكر البورقيبي معنا السؤال قد لك وانو عنا برشة مشوفني رئيس الجمهوري هكا في لقاء مباشر مع الصحفيين يتلقى الأسألة ويجاوب دونك حاجة بيه هذي هاي اليوم حاجة بيه عجبتني برشة على خاطر بكل برشة سألوه سؤالات مختلفة دائرة أنا من وخرت شوي وهو نجاوب فيهم بالجداز هذا نجاوب فيهم بالميكرو دونك الناس كلها تسمع تعليقك على خطاب رئيس الجمهورية سليح الدين والرسائل اللي حاب يوجههم في الكلمة الساعة اللي توجه بها الرئيس يعني بالمناسبة هذه وحتى زاد في الأسألة اللي توجه بها الصحفيين كانت تعطينا فكرة عليها وتعليقك على أبرز الرسائل اللي توجه بيهم الرئيس والله أنا السؤالات ما سمعتهمش بالجداز خاطرهم بعد علي شوية أنا سمعت الجواب من تعه هو هو لحقيقة أنت عربي معناها قال اليوم عجبني فالكلمة اللي لقاها مش خطاب بالحق خطيط بريسك الخطاب والله ما به هو شيقول يقول تونس احنا نمنعه وتونس حشتنا بيها وتونس مش نتاع كلام هز منها حط منها نحن نحب ونرجعه لإنقاذ الوطن من اللي ننهيار ومخالفات والتخالف وكذا كذا 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 كله شوى بالحقيقة بعد شاخر الكلمة ونحب شوية الناس اللي حب يعملوا انقلاب وحب يعملوا كذا وكذا في الأخر بركش بدأ مجبدا أما من له الكلام وكان عام وواضح وكذا واضح وكما في كل ظهور تقريبا لرئيس الجمهورية إلا ويعلن يعطي بعض الموطيات للشعب التونسي ولكفة الأطراف اليوم مثلا في الحوار الوطني اللي اليوم مطلب داخلي معناها يقول وإنه انطلق مع المنظمات الوطنية أما روما ويش بشي غيب الأحزاب السياسية هذي النقطة اللي قادنا نتسئل عليها زعم ما سمعتوش اش بدي عن الموضوع أنت الأحزاب السياسية لكن هيدا في تصريح وقالوا قال الحوار الحوار هذي أنا بدناه وانا بشي تواصل وهذا كراه الحوار هو حاجة هامة هذي شقال مقالش مع عشقونة مقال حاجة هامة والبلاد بشتقدم وحشتنا بالمجهود انتعى الناس كلها والحوار انتعى الناس كل الناس اللي ما همش معناها بعبدها الناس اللي ما عندهمش حكام والناس اللي ما عملوش تبلبيز الناس اللي ما عملوش هل ربما اللي عندهمش بوهيت هكا في الفاسي وعندو الحق عندو الحق بشي عملو حوار مع الناس شبهات ولا نعم هذا هذا عندو الحق فيه راو الحق انتعى ربي انا احنا احنا لقدم التساتر اللي في عمري وحتى الجنراسيون اللي بعد احنا هذي كاش نحبو نحبو معناها حوار واضح نحبو الناس معناها الصادقين بشي يعمل حوار بشي يبرز الخضر هو يحبو يولي ديبيوتات ذاك حاج اخرى هذا كما اما موضوع اخر ما ينزمش معناها اخلطوا مبين مبادي البلاد ومعناها مستقبل البلاد مستقبل للشباب مستقبل لعمروا عشرة سنين مع انت حابتو هالي ديبيوتات او لاخر يحب ان ترسوها ولاخر يحب ان ترسوها مع كل اساب في خلطوا قاعدين ياسر في الحكاية هذه سيسليح تعليقك على طريقة الاقتراع والألية الاقتراع اللي زد اعلنها اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد انه بشي تم التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد على الأشخاص تعليقك على هذه الألية والله ما عنديش ما عنديش عليها آآ ديطاي كيف سيقولوها هو هي الحقيقة فهمة برشة بلدان تاقعة كاكة على الأشخاص فهمة بلدان تاقعة على المجموعات وعلى أحزاب أنا نقبل منعطي رأيي نحب نزيد نقرها بالضبط خاطر ما بالفم كاكة تسمحها في الهواء تنجم ما اسمعتش بالجداء ولا تنجم ما فهمتش فهمت بالجداء ولا ما فهمتش بالجداء هي فهمة عديد الطرق قرهوا البلدان كلها كتشوفهم الديمقراطية فهمة ناس تترشح كأشخاص وفهمة ناس يقولك أنا في بلادي أنا أنا بلادي في الجم ولا في المستير ولا كذا نعرف نحب نعرف مش تقولي المجموعة المجموعة وأنا فهمة واحد في تسعة ولا زمنية في الجهة نتاعي خلي طيب نختار حط اللي بيش يترشحوا وانا نختار منهم السجمعة اللي نحب عليهم نحليهم والاخرين ننضرب عليهم بح هذي طريقة موجودة قبل دير احنا رانا في الا في الاستقلال في تونس عملنا هكا الجا المجلس الأول والأثناني والله ما نعرف أنا نتفكرش باللي دير فهمة كانت بالأسماء معنا نشط إن شاء الله طاليهم كما قال الرئيس باي سيس الحدي وديبا نقولولهم روان إن شاء الله تكتر من لازم مثلا ان انت عندك باش تضرب على ثلاثة بارك كان تضرب على أربع رأيت والي ملغات ملغات وهم الدوا عاسين يبدوا يحسبوا وفما الطريقة الزخرانية اللي استعملناها اللي هي الأحزاب انت باش تصوت على الأحزاب على الأحزاب باش تصوت على المجموعات أي باش تتصوت على قائمة يعني قائمة كم لا قائمتان ولا ثنين ولا ثلاثة والقائمة اللي باش تصوت عليها دو مثلا عام اللي عام البقاء اللي فاتف القائمات مرشا فالما بلدان اللي فيها أربعة خمسة القائمات يخضروا يخضروا وبعد في الأخير يخضوا ويعملوا كاللي شي يسميهم هما الطروف اللي قاعدت يلصقوها البقاية ويتبلعوش أحد آخر به سيسلاح الدين فرشي شوية للتاريخ بالنسبة للجيل الجديد اللي يسمع فينا اللي ما عايشش فترة بورقيبة فرصة باش نسمعو من عندك انت يعني التفاصيل هكا وكيفاش كان يتصرف لحبيب بورقيبة والفكر البرقيبي بصفة عامة أحكينا علي منذ الاستقلال على الفكر البرقيبي أصعب فترة يمكن مرت فيها تونس مثلا في عهد لحبيب بورقيبة وقتيش وكيفاش تصرف لحبيب بورقيبة وقتها لتجاوز يعني ربما الصعوبة هذه وقتيش والله يشوف أنا عشرة الرئيس الله يرحمه من وقتي رواحت من قراءتي من فرنسا هو كان يعرفني وقتي أنا عمري خمسة سنين نرى وبيش مانا نحب نثبت الأمور للناس مشي معناها كاكا دخيل ولا نعمل في السياسة وقربة للسياسة أنا كنت نسكن في تونس باب سويقة أنا والدي عنا أبرتمون والأبرتمون مقابل أبرتمون أخر والبلاس كل في زوز أبرتمون البرتمون اللي مقابل بابنا يسكن فيه واحد يقولول والله يرحمه سيحمد بورقيبة أخوه المجاد الأكبر أخوه أكبر منه واللي كان وكيل في محكمة الشرع مو كان تقبل استقلال فما زوز محاكم فما المحكمة الشرع محكمة الشرع اللي بتحكم في القضايا معناها حول الشخصية معناها القضايا اللي هي تهم برشة حاشات من النوع اللي هي مرتبطة بالدين وباللب وفما المحكمة المدنية هو هدايا شحمة بورقيبة كان وكيل أفو كام معناها في القضايا هدية متع الشرع وأنا ربان احنا فرض دارة في ناس تحل بهم منه وتحل بم منه وانا مش نجز من دار هذي دار هذي هو وقت يجي طل على خوراني عمري خمسة سنين ويصبت شو يجي يجي هنا وين قريت وين يوصل تونش عملت وكذا معناها قاعدت دائما نعتبره كيف بابا ولا جدي بالحق بشي تقريت على روحي أنا غبت برشة في فرنسا كي رجعت ما حبيتش ندخل في السياسة شعبة المستير شدوا صحيح قالوا لي لأنتي كنت في شعبة متاع باريس وانا كنت في جمعية طلبة شمال أفريقيا في باريس اللي هي فيها الزائر والمغرب وتونس واللي هي كانت منظمة معمولة من ويل القرن عملوها من نفسها دولة من نفسها من عرش الناس الكبرات عملوها فقلت لهم أنا ما حبي صوتهم دخلوني وانشاءوا صوتهم وحطوني في الشعبة بصيف واللي ترجعت للحزب وقتها معناها واللي تناشط في الحزب لحقيقة وقتها عاود شافلي قايش تعمل قطواني راني رجل ترجعوني للشعبة قال يعملوا لمليح باش لاهي قطوانا أصغرهم صن حط لاهي بالشباب قالي حاجة بها برشة 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 يخدم على روح يكون حب قل ليش عمل ساعة ساعة يشا قل ليش عمل أنا ملت حاولت بس نقوم بوازبي مع الحزب مع بلادي مع المناضلين مع الجماعة اللي رباء اللي أكبر مني خطر رو السياسة ما تنجي شكاكرا هاي نجي بالتجربة وبالناس اللي أكبر منك والناج اللي هوم ما معناها يربيوك على قاعدة إحنا اللي نقصنا في العشرة سنين اللي خريني هنه هم اللي عملوا السياسة الكل ما ترباوش على قاعدة السياسية طيبة ترباو على شوية ما أنا عندك شي عندي برشة سمحني أنا ما عندي حتى حظ حتى حظ حتى حظ حزبرا لكن مش معقول مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين ومصلحة بلادك تتعدى قبل الكلام الفرغ اللي هو معناها كيفش كان أزعيم لحبيب بورجيبة يدافع على المصلحة التونسية خاصة بعد الاستقلال في الظروف هذهك معناها في السنوات هذهك آه كان يدافع بوقي روح تانا أنا روح عام ستين وعام ستين نشوف فيه ما هو ما يلعبش ما يدام يفهمها مصلحة التونس في حاجة ما يلعبش حتى مع الدول الأجنبية روما وما يقولوا كذا وكذا وكذا مش صحيح وطي هو هو نتوى نحب نذكر حاجة اللي يقولوا معناها احنا توا يددخلوا فينا وما يددخلوا فينا وما يددخلوا فينا في وقت من الأوقات ووقت في اليهود الإسرائيل قملت حمام الشرط تتفكر أنت صغيرة ما تفكرهاش أما سمعت بيها من بعد يعني أي برشا موتا قم بلو ومشاوا نادل سفير أمريكا الغدوة كيف ثبتوا خطروا ما عرفنا شكونا كيف ثبتوا كيف ثبتوا معناها في العملية نادل سفير أمريكا ووجا بش يقعد قصرش بش تقول هالكما ديرو برش الناس ما تعرف هاش أنا وقت كنت في القصر مانيش حاضر أنا في الحديث لكن لكن مانيش حاضر في الحديث لكن يقري اللي حاضر قالوا ما قلت لك شقعد ناديت لك بش نقول لك إذا كان أمريكا تصوت ضد تونس أراني بش نقص علاقة الديبلوماسية معها بلغ آية فيلمان هدايا هذا واحد يقول أمريكا كانت تحكم فيه وهو عميل كما تقول طول جماعة الناس اللي ما تعرفش سايش وما تعرفش تقنو ما تعرفش سياسة أم فاهمتني شو ساهمتك سيسلاح علاش أمريكا علاش أمريكا ما عملتش فيتو وقتها كانت مش تعمل فيتو هي قيدت هي كانت وين اللي مس إسرائيل تعملوا فيتو اللي جيبش حقم على إسرائيل تتعرر له في هديكا ما تعرضت سيسلاح الدين ما رحبا بيك يا عايشك شكوني كلام ذي معاك حمادي بقلوتي ماشي بعيد عليك في العمر أنا من المويد ستة وخمسين وبالتالي عشت تقريبا المراحل الأليسية تكتحكي عليها آآ أنا ما لأ فا ما كنت أفهمني أي ما يعني هاسيش لها الدين فا ما كنت أفهمني أنا عشت تقريبا المراحل الكل والتقلوبيات اللي عشناها ميت تعاضد إلى وقت الهادنويلة إلى وقت سيسلاح إلى وقت سيسلاح إلى وقت سيسلاح الشافة صحيح أي ومتابع ولكني كنت أتابع أما ما كنتش منخرط بالمفهوم اللي اللي طوي كان نقوله يعني اللي اللي طوي أصبح أي لا أنا مش نسألك بعض الحبيجات بما أنه فضل والله العظيم أنا فرحان ياسر 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 باش نحوار يكون معه واحد كيف كانت يا عايشك إحنا نذكره جيداً أن بورجيبة كانت عنده مواقف من بعض القضايا هات توا باش نبدالك أنا بشوية بشوية قولي والله والله بكل صراحة نجوك باه نذكره جيداً وقت اللي دخلوا دخلوا دخلت إسرائيل للبنان وموقف بورجيبة من الفلسطينيين وقت اللي جاءوا لتونس من بعد من المواقف يعني اللي كانت يعني تذكر فتشكر يعني على أساس أنه تونس احترنت الفلسطينيين في وقت أزمة ووقت يعني صعيب وانا حضرت في بنزرت وقليهو مع هبطهم البابور هبطوا ثلاثمائة مناضل والجندي متاحهم ويسر عرفات غادي وبورجيبة مشاههو بنفسه استقبل أجماع هدوما في بورج بنزرت وأنا حاضر أنا وقتا معني شيء مسؤولية أما حاضر معهم وجاء وفرح بيهم قالوا انتوما في بلادكم وانتوما دافعوا الحرية وأنا راني 17 سنة عمال كيفكم ولهذا نفهمكم أكتر من الأخرين وقت يجاو خارجين تلفت قدام ياسر عرفات وقدام المسبولين والشيثان انتحم كلم الجنرال اللي حاضر من الجيش معنا وقتها قالوا السلاح انتحم هدا يخوذوا واخزلوا وخبيه يقعد على دمتهم وقت يجيوا مراوحيا رجحولهم وسكنوا في ودي الزرجة وفي ودي الليل هذه المعناها هذه حتى حد ما يقولها معناها ما حابش خليهم خاطر هم حابوا كل واحدة خلوا يسلاحهم معاها اي واضح قالهم لا هذه هذه حاجة السلاح الدين والموضح هداك الكلام اللي جبتوا وانتوى فيما خلص الفلسطينيين راهوا موقف كبير ياسر 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 الخاطر برشة بلدان لا معلية الأوروبا والقارج داخل كنتي وانت بشتولي عميل التيروريست كانوا يسميه موما يتلو تيروريست سلاح الدين احنا توى نعيشه تقريبا مع الأسف يعني ثماناج تسعى الى تقسيم المجتمع التونسي لفئات يعني تذكرش مواقف لحبيب بورقيبة المرحوم يعني اللي يرحمه في خصوص توحيد التونسة والله انا نفكر اللي كونه دائما يحب توحيد التونسة ودائما حتى معناها في وقت ملوقات المجموعة اللي كانت معاه تذكرها كلمة بوسيار دانديفيديو ساستحدين بوسيار دانديفيديو بوسيار دانديفيديو بوسيار اي موقع لا يوقفاش كان الزعيم يقول انه بالنسبة للتونسة اذا كان بشبقه بوسيار دانديفيديو زينا نكونه امه وصحيحة وانا ما عاشتش في الخطاب اذا كان اما باقي نحكي معاه كل سنة سيد الرئيس اي هو يقصد هو نعرف يعني هو اكيد مش محكرانية لا 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 يحب يقول راي العباد المفرتة اي ورمكة وقوتنا في تجميعنا ونفس الشيء يعني والله صحيحة كنت اعرف كل شيء انا متابعه وكنت استمعه كنت نسمع كل نهار خميس خطاب الرئيس خطاب الرئيس في معد الصحافة في معد الصحافة كان يلا مباشرة تذكر ولا صحيح 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 انا قلت هالو والله سنت عليها نهار قلت والله انو علينا برشة الرئيس ديما قتلانها منظرا لعملي اي منظرا لنا عرفني وقتانا صغير في درخور معناش قربة عائلية راهو منام المستير وكبه عاد نسمح نفسي ساعات بش نسأل وفي حد سؤالة ما انا ما فهم برشة ما ايه خافوا منو ما يقربوش ما يتكلموش بالكداء ما يحش ممنو وانا انا انا نعمل نفسي كيفك نقرب قلتوا بربي ذيها والله ديما يلو ما علينا شنية الرئيس ديها والله ما في امتياج شنية في عمالي مم قلت يمنش نقصد بها على ذكر خوف هذاك اي انا ما نخافش نكلمه وكلمة دي ريك نخافت حتى الساعة ساعات قلولي يا ردوان شايتك يؤخر قدم يعطيك كف والله يا عمرو مضربني نخطيك حتى قلتوا نهار كلام صعيب كم شنوعين اما تحب تعرف انت برشة حاجات بعين هاي هيت فرصة حيان وقت اللي عام وقت اللي عام اه تاثة وسبعين ولا قديش البعض من المجموعة متى السورية من خاصة اللي كانوا معها في الديوان السياسي اي يخرجوا يعملوا حزب مؤتمر سفيقس تحكي تحكي على مؤتمر سفيقس لا 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 مؤتمر سفيقس هذاك من اللوول ولكل مع صالح من يوسف ذك لا لا حتى هذه الساعةين الامبايس مؤتمر مستير مؤتمر مستير اي واحد فمزوز مؤتمر اول مؤتمر ثاني انت على مستير وارا المؤتمر الاول انت على مستير ياه الظهار altitude 72 ولا 73 ايه فالفترة ذي كان هذيك الفترة هذيك مجموعة من السياتره متاعه هو عمله جروبي حبو عمله مناهه هو كان خلاف انا فكرة خرجه الامدياس نتيجة خلاف في التصورات بالنسبة لطريقة الحكم لانه في الفترة هذيك كان ثم بعد بعد تجربة تعدد بلابط بعد المؤتمر انت على المستير اي واسه بعد المؤتمر انت على المستير الثاني مش الولاني في الولاني باش تبدأ الان التاريخ هو برا المؤتمر الولاني بتاع المستير اللي وقعه الناس اللي هما يحبوا على الفكرة الديمقراطية واللي هما معارضينه وفهمة شقة شقة مع الحزاب باشق عملوا جمعة هذوك معناها كتلة في بعضها من وقت التصويت وخطر قلنا بالديمقراطية رغم اللي يقولوا فيه الحزب الحر الدستوري اللي أنا كنت مشترك فيه ما كنتش مسؤولة كما وقتها المؤتمر نتاعه يقلق بالصندوق وبالأوراق وبالحساب والبدأ نتداوي أسفل على بعضه مش كون يصوت فلان مش كون يصوت فلان المؤتمر هداك الأولاني انت عمستير يخرج لوبوزيسيون على أبو رجيبة وعلى هذي نوع السوت ما تقطع سي سلاح الدين ما نش نسمع فيك بالجداء فذا بنا تقطع في بلاصة فيها ريزو خطر ما نش نسمع فيك بالجداء هذو كالكل ما كنتش نسمع فيها توا سفا توا رجع السوت سي سلاح الدين نسمع فيك بالجداء اي جمع المجموعة هذيك راضي الحدد حسيب بن عمر هنأخذك عليهم أحمد دمستيري مجموعة والات أقوى من الأخرين وقت خرجهم من المؤتمر حبوا ينتخبوا الديوان السياسي وقتها هم من ماجوريتير زيتي كاتر فايزة بكارونتسانك فوا ولا حاجات قال لهم الحبيب عشور والله يرحموا توا هما راهم ضد الهادي نويرة أكثر من كل شي يزيد قال لهم الحبيب عشور من نفوتوش طوى احنا طوى نسم باش نمشيوا الغدوة كالذو اكتابر مشين بنزرق شا سي باسي عن كاترس غدوة خلي وقت ينروحوا لتونس نفوتو على الديوان السياسي ننتخبوه شكتوا باع قالوا نمليح عملوا الديوان السياسي عملوا الاجتماع للساز والديسات اكتابر فيه طورة شكس الكرتاج سيبوا رقيبة الله يرحموا افتح الاجتماع فصراحة بيهم قالوا ما الله يعطيكم منصحك ملجحتوا بالانتخاب غلبوا بالانتخاب بصندوق رام اللي ضدوا خرجوا بصندوق معترف بيهم قال لهم انا في مخص الديوان السياسي اللي في عشرين انا هاي المقترح انتاي نقترحها لكم جمعها دمو مش سوطولهم للديوان السياسي هو مازال مقراش الورقة وقامت راضي الحداد ده الله يرحمها تسمع بيها نسمع بيها زي اي كانت هي رئيسة الاتحاد النسائي اي ونشحت في الانتخابات هذي كانت في الحزب الحر الدستوري معهم قتل السيد الرئيس مانش موافقة قال لها علاش قتلوا احنا كنا واعتفقنا في المواطنة الرئيسية وانت قلت لنا انا ماشي في الديمقراطية ونعمل خطوات ومراحل وانا موافق ايه قال الصحيح قتلوا مانهاتنا بدأوا هتطور نصوتوا على الديوان السياسي بالتصويت بالتصويت هو معنى شوش اسكت 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 قال هاو نعملوا حاجة انا هذوما الديوان السياسي راه همش يخبروا معايا كل جمعة هذوما كما الحكومة كما هما العشرين ما ننجمش نجي نحط فيها الناس اللي ما نعرفهم مش هو لو هما ربما باعين نحب نحط الناس اللي أنا نتعاملوا معاهم ونتفعلوا معاهم كيفاش حامل نعم اما هاو عندي اقتراح سميوا انتم اشطر وانا نسمي اشطر هكا ديريكتا عينولي عشرة وانا طون عين تسعة وانا العشرة شكتوا قالوا مليح خرجوا بليستة اللي هما الاكترهم من جمع اللي هما معارضين لبرقبة العشرة بعد بعام ما ننجمش يتعدى هو وحلت المعارضة قوات على الحزب وقتها قال نعم له مؤتمر نستير ثاني عملوا بعد عامين مؤتمر واحد اخر الحزب ما نعرش شنو القاوة اشكالية هكا في ما نعرش شنو يحصلوا القاوة سبب بكل احد المؤتمر الثاني جماعة الحزب مضمموهم بالقداء ووقتها ولا محمد صياح هو مدير الحزب ولا سيمحمود شرشور هو مساعده ولا وجماعة قويين حزبيين قويين ولا يعرفوا كيف يزخنوا واضح به سيسلاح الدين في عمل المؤتمر الثاني طاحوا الكل وقتها عملوا الانبياس ودائر وقتها الباجي قايت سبسي خرش كان في الحكومة خرش وحسيبا عمار كان في رئيس بلدية تونس خرش وراضي الحداد استقالت حسينو كلات بعدها وقتها بالقداء هذي هي الحياة اللي كانت سيسلاح الدين نظرا لذيق الوقت نعرف انت ماذا بيك تكمل مع سيحة مادية الباقلوتي معناها وتحكي معها وتسترجعوا برشا في التاريخ اما انا مش نرجع بيك يعني توا توا انت توا كنت تحكين على بورقيبة كيفاش كان معناها يلتج إلى التشاركية لتجاوز الخلافات وكان يحاور معارضيه وكان يلتقي معارضيه وكانوا يخطوا مع بعضهم معناها باش يتجاوزوا معناها الوضع ولا صعوبات اللي تصير وقتها في البلاد شنو رايك فيما يحدث اليوم في تونس من 25 جوليا لا الى حد الان تفعيل الدستور تجميد البرلمان حل البرلمان الى غير ذلك وماذا بيها بإيجاز من فضلك سيسليحة دين والله والله طبعا بيزيتني كيفا كلي عنده دمالة ونزلتوا عليها ليس سيريس اعطينا لطفة عليك ما اعطينا بإيجاز لا مش انا حاجة انا راني متأسف متألم ما انا منجي داخل حتى كنت لو في حد شيء وانا الوضع هذا ممرضني انا مريض في عمري 89 سناء عمري ما عشت بلادي الراهة في الحالة هذه لا بيتش تقتل بعضها على الحكم مش معقول يجب ان نلقاونا نخرجه حسيله من المجموعة الباهية نخرجه حاجة نظيفة احنا الوضع العالمي مضمر سمحني كلمة نظمة العالمي ضدنا عليش على خطر احنا ما عناش فلوس ومن نجموش حتى ننشيه القمح من هوني ثلاث شهور نقود ونتعاركوا على حكايات ما نعمل نعمل مؤتمر بالتليفيزيون ولا في ما نعرفهش ونطيح هذا ونرجع هذا ونجيب هذا ومنيجي نتحذر شنوه لازم نعمل مثلا ماذا امام رئيس الجمهورية لازمنا نرجعوا للمعقول ولزم الناس هادوما اللي هما قداش عمره قداش عددهم والله ما نعرف هنم يا ميتين ركحوهم يا ودي هديكم ركوا ما عندكم وانت نمشيه رو الشعب ما يمشيش معاكم شعب يمشي شوية لكن طوكي ولات معناها امور كما هكا ولات باش تولي معناها البلد باش تختم اه اه تروف تروف مش على ثلين عثلاثة او اه اربعة باش تولي كما طوى لبنان لبنان شوين وصل لبنان ودت البارح مالقارش باش يخلصوا القمح باش يشريوا الخبز بلادهم سيئان كرويا لبنان كانت راهي من ناحية المالية من اقوى البلدان في جهازي كان ان شاء الله رب يصطرنا من هالوضايا هذي وان شاء الله معناها بسرعة بسرعة اه الحل شنوه الحوار يعني الناس كلها تلتقي ان شاء الله ان شاء الله نوصله بسرعة 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 الانتخابات وان شاء الله الناس كلها اللي كيفيان اقراب وليما همش مندخلين في ذو الاحذات ومعني انا ما عندي عديو حتى حد ما ندخلش معهم انا اكبر من في العمر دبو اما ان شاء الله احنا نجم رجعوهم اما ما تراش انو تونس ربما تستحق خبرتكم ما تراش انو تونس اليوم ربما تكون في حاجة الى خبرتكم الناس اللي خدمتو قبل الناس نحنا خبرتنا والله مش على مسد تعاط وانا تواضع ولا حاجة اجزم ناس عاقلين اللي ما عندهم مش وانا كنقول حاجة ولا نحب نعمل حاجة ولا موقف مش خطر عندي مصلحة ايه معاش المصارح معاش عاشي بيها انا اخلت لهم حتى رزق اعطيته لولادي اخلت لهم امشي واختموا على ارواحكم عاش دروبيه خليوني رايب صيبوني الدنيا تبدل والمجتمع تبدل وراوا اكثر من هذا باش قلكم كليمتين قبل ما نوف ونظمكم انتم تفهموها والجماعة اللي يفهموا الاقتصادي يفهموها العالم تبدل الحرب الاخرانية هذين طاع لوكران عارات مذبح كما تقولوا معناها عارات كما كليم مغطي بسفساري نحاول السفساري رايهم معناها هذي القوة انطاع اوروبا واللي متكي على الامريكان واللي هما يحكموا في اشتر العالم وكانوا يحكموا في برشة لئس وبرشة بلدان حتى من فريق دان هما اللي يحكموا فيهم ديراكت هما اللي يحكموا فيهم بشوي هذو ما رايهم دو باش القاوروا بما فيهم من الامريكان معناها شوية معناها ضعاف وروسيا والشين والغند والبرزيل اه 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 اقرح سابق اعمل العجلاتي سواء قديس يا دوم الكن الشين اليوم اقوى دولة اقتصادية اقوى من الامريكان واقوى امريكان الشين اقوى منه طيب باش تسكتنوا مشينا يازم تقول الناس الكلة احنا وانتو كان صغار اللي معناش اه دخل في العرك ولي احنا مش مشينا نضرر احنا ضحية احنا ضحية احنا ضحية في القمح واحنا ضحية في الماكلة احنا ضحية في امور اللي معناش دخلهم والناس هدو ما باقي هايشين هايشين بذل ومالا ما بدأوا يفهم وطول امريكانه كارخوا شوية عام نفسه من سكتين وربي يسطرنا والله ربي يسطرنا تونس وربي يسطرنا وربي يسطرنا نشكروك برشة ونهار اخر نعملوا حوار به هذه السؤالات متاع اليوم تسعة عبريل الله يرحم المجاهد الاكبر اللي هو في الواقع مدة 30 سنة خرجنا منها الحروبات هذه ما كانش عنا حروبات ذي بهاكة وكان اسمه ودرب وطونس مرفوع في البلدان العالم الكلها صدقني وراء سبريتي انا كنت مسافر البلاد اللي نمشي لها بالانجليز والا في الامريكان والا يحبه ونمد لي بواسفور يقول لي ونقول له تونيزيا يقول له نا نا تونيزيا يقول لي ويني ونقول له هذي كلي بحثة اوه توني شبركي باع اوه اوكي تفضل ونخليني العدل والله العديم راوم ان شاء الله تونيز تستعيد سمعتنا واضطرابوا متاعنا ويحترمونا واحنا نحترموا واحنا كنا رايبين كنا مضربين هذا هو البلد لازم تتم مراجعات يعني على مستوى القادة والسلطة الحالية القادة ونعيب على المستوى نعيب على الكبار احنا ساعة ساعة نقول احنا ما ربينا همش بالجداد احنا ما عالمنا همش الوطنية بالجداد والله والله انا ما اعتبر نفسي غالب ومسكول على خاطر ما قمتش بواجبي كي نشوف هكا اخي هادوما اشكر رباهم يبني نخرجوا هادوما عليش احنا ما علمنا همش الوطنية اكتر من قبل وعليش ما قلنا همش راوا بلادكم هديك اللي عندكم وراي البلاد ضعيفة واجزانكم اتلمت واللي قوية كان بيكم انتومة مش يا لا لا عنا لا فترول ولا عنا اذهب ولا عنا حتشيس انا مش سياحة عنا طرف فصفات وعنا شوي سياحة وهكا هوتي احنا طوام واحلين في بالمخص واضح سيسلي حدين فرشيو ورئيس جمعية الفكر البرجيبي نشكروك برشا على هذا الحوار وقبول دعوة اليوم لبلاد مستحقى لولادها الكل انهم الكلهم يقضوا على نفس الطاولة للحوار لتجاوز الازمات ذولي هذا هو الحل الوحيد اليوم بالاجماع صحة مادية احنا بعد شوية بش نحكيه على الموقف التونسي من التصريحات متاع رئيس التركي رجب طيب اردوغان بخصوص حل البرلمان والوضع السياسي في تونس ماذا ساعة وثمانية واربعين دقيقة على إذاعة الحياة فهم انتم تسمعوا في غكاب ميدي وقاية ديفيغ نيوز ديفيغ نيوز البرح سحة مادية البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لها شأن العام كان معنا دكتور رائد المصري استاذ في العلاقات السياسية والعلاقات الدولية حكينا على الازمة الاقتصادية في لبنين والازمة السياسية زادة كيف كيف وتقريبا قلنا انه فما نفس المفاهيم اللي بيرح قدمهم دكتور رائد نستعملوا فيهم في تونس كما مثلا اصلاح القضع كشرط اول ويعتبروا انه هو معناها شرط اساسي لتجاوز الازمات في لبنين حكيه على الاموال المنهوبة حكيه على كتة الاجور في لبنين وبرشة من المشاكل الاخرى نحكيه تقريبا عن نفس المشاكل في تونس هل فما تشابه بين الازمة اللبنانية والازمة في تونس باش نبدو من الاخر يعني الاقتصاد في الدول هذية اللي مشافاه الفساد تتشابه علشه؟ لانه اذا كان نشوفه القضا يقع نعطيك انا مثال انه تم قاضي البرح في لبنين يعني اطات صراحة الجوز من الجل الاعمال اللي هما المفروض مورطين في تهريب الاموال مثال به هذي نفس الشيء اللي كان يقع عنا في تونس في فترة سابقة اليوم يقع دعوته من القطب القضائي المالي ومنه غدوة يصبح زعيم ومناظل ويصبح معناه بالعكس له افضل ويد بيضة معناه على الاقتصاد التونسي الجانب الثاني هو تضخم الوظيفة الي حكو فيه في لبنان هو انه الاحزاب السياسية كانت تقوم كل حزب يدخل الناس اللي هم مواليني هو نفس الاجرام شفناه احنا من 2011 الى اليوم انه بعض الاحزاب تسعى الى السيطرة على مفاصل الادارة من خلال توظيف اشخاص وناس موالين مواليني تقول لي اليوم هل انه احنا في نفس الوضعية اولية نقولك احنا افضل حال من لبنان بكثير بكثير يعني هذا تقريبا فما عدد من الخبراء اللي استبعدوا السيناريو اللبناني لا مستحيل في تونس مستحيل في تونس مستحيل لسبب بسيط هو انه لبنان تحكمها الطائفية وتحكمها الجانب الديني والنزعات وكل واحد مصلحته مع شكون وسرعات وكل واحد مصلحته مع شكون يعني في تونس على اقل مزلت عنا جانب ما نقولش انه اللبناني مش موطنيين رو اللبنانيين وطنيين ويحبوا بلاده وانا شوفت اللبنانيين خارج لبنان يعيشوا وعندهم تحويلات كبيرة من المال متاحهم الى لبنان وغيره لكن الله غالب يعني الاضعام السياسي في لبنان هو الذي افسده والدستور اللي خاصة انتفاقية الطائفة لم يقع تنفيذها وبقا تحب على ورق فل هي تعطي فرصة ربما افضل باش للبنان افضل في تونس اليوم قدامنا فرصة به هو انه نعاود ونصلحوا الاوطار متاعنا ونقيموا روحنا وما يسيلش راه الناس كل تغلط المهم انه لنا ثمادة في الخطأ اخطر حاجة في العالم هو انه الناس من يخطأ ويسر انه على صواب ما تماش راهه صواب دائم وما تماش خطأ دائم وبالتالي ما يسيلش اليوم ومصلحة الوطن لازمها تبقى على كل المصالح الاخرى تقريبا هذا الكلام اسمانية قبيلة مع سيسلي حدين فرشي ورئيس جمعية الفكر البرغيبي كما زدت تقريبا حتى سيحة عبدالله العبيدية دبلوماسي الاسبق يتشيبوا برشة في الخطاب ولا فريسيلة اللي وجهوها اليوم من انه لازم نغلبوا المصلحة الوطنية والسيادة الوطنية ونقعدوا مع بعضنا والتشاركية هي للنجم الجوز بها كل الازمتها كواليس دعني اقول انه ما ثماش عاقل يرى انه مصلحة تونس في التشرذم والتشتت والانقسام مصلحة تونس في وحدتها مصلحة تونس في ان يكون عنا مشروع مستقبلي يعني مجتمعي لهذه البلاد كيف ستكون احنا خدينا الاستقلال قد قد احنا وكوريا الجنوبية الاثير في تونس السوهة تعد تلفز وسامسونج في كوريا الاثير ما بقاتش وسامسونج اراءت في العالم يعني ارى وشوف الفايدة في النتائج انا دايما ارى انه نقيم الا من خلال النتائج احنا السياسات على امتدات ستة وستين عام اللي هو عمري بالضبط ما اعطاتش نتائج جيدة قمنا بعديد التجارب لكن التجاربهم كلها كانت ما اعطاتش مردودية جيدة للمواطن الجهد الاقتصادي طول عمارنا نعطيه في الدعم المؤسسات اخرها في 2019 في 2008 دائما للبنوك للشركات تأهيل الشركات المواطن اللي هو البسيط اللي هو هش الفئات هذية عمرها ملقات دعم انها تجابه المصعب ربما ما نراه اليوم افضل على اساس انه ثم بعض المساعدات رغم انه ما نعيشه اليوم خاصة بعد الكورونا وبعد الناس اللي فقدت الشغل امتاحها ثم ناس اللي تعطلت مصالحها وغيره ثم مؤسسات اللي زادت كذلك وقفت على العمل في نفس السيقه ذا يا سيحة مادية سمحني على المقاطعة وزير الاقتصاد سمير سعيد يقول وانه السيناريو اللبناني مستبعدين في انه تكون يعني تونس متجه نحو هذا السيناريو ويقول زادة لتونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم العائلات الفقيرة ايه هنا قلت لك اول مرة في تونس نحكيه عن الاقتصاد التضامني بشكل صحيح ونحكيه انه العائلات الفقيرة يزمها دعم حتى لين ما تنهارش الاسرة لانه راه انهيار الاسر الضعيف هذين يولد برشو عنف ويولد خاصة الجريمة ويكثر من عمليات هذية السرقة والبركاج وغيره كل ما نسمعه لانه راه الفقر خائب والجوع راه خائب برشا وبالتالي اليوم احنا في تونس قدام فرصة باهية انه نجم نعد الأوطار مزل عنا الوقت ومزل في دينا الضمان مزل في دينا كيفش نجم نعمل سهل هو انه اولا نعتبر انه تونس اولا وتونس ثانيا وتونس ثالثا سمحت تونس قبل كل شكل قبل و بعد و اثناء لانه نهارت اللي انا منعتبر شروحي كي تغرق السفينة ذي ري طرف فيها مش نغرق ونعتبر اللي انا عندي رجل البره عندي باسبور احمر نعم لك نمشي للبلدي الثاني او يوسبح وقتها بلد ولولاني ما وقتها ما مثلا ماشي امل اما ما دومنا تونسي نعتبر انه لا مفر لنا اراوا احنا تونسة بالسيف ورانا تونسة ما ناشي عن ناشي بديل وما يلزمش نخممه نهار انه يكون عنا بديل وحتى اللي فكروا فيه بعض ماشي بمالحرقة وغيره انا حسب رأي اعتبر نتيجة اكل الضغط ونتيجة الحرمان ونتيجة انه انسداد الافق وغيره اما مثلا ماش تونسي يخمم انه يبدل بلاده وبالتالي بما انه عنا تفكير هذائي فما فيها بيس نحط دينة في دين بعضنا نزيد من الانتاج نرشد النفقات لانه توا في وضع اعتصادي صعيب وحرب اوكرانيا راهي مش تخلف برشة صعوبات وزيد اللي قاعد يقع ربما على مستوى الاقليمي دعني اقول حتى قريب مين منا يعني ما زال الوضع في ليبيا مزال ما استقرش لانه تونس كانت مرتبطة اقتصاديا وبرشة تصدير تولي نشوف فيه هو تصدير هو تهريب ويسا تصدير يعني مش في شكل منظم وبالتالي الوضع الاقتصادي اللي محيط بنا الكله استيل يعني ضدنا ما واش معانا فاحنا يجبنا نكونوا يد واحدة نخموا معا انه تونس وضو اخير وانه تونس اولا وثانيا وثالثا الجانب الاخر هو انه اراوزيات الانتاج ممكنة الدولة ما فيها بس انها تعطي 400 مليار مساعدات اما حب اذا كذلك انها توجه الاهتمام لجات الانتاج ان الاسرة الضعيفة هذه تعطيهم الية انتاج اللي عنده الاراضي الدولية تصبح بيد الناس اللي هما نجموا يستغلوها ويتغروا منها نجموا يستغلوها النفقات كذلك ثم برشة نفقات عنها في غير موضعها كذلك يعني ما فيها بس انها توظف بشكل جيد زيد على هذا انه الحمد لله هاو موسم امطار به يرى ومهم راو شفتك تصبح المطر تم برشة حواج تتغير راي ينقص المرض الفلاحي يستبشر بها يستبشر وبالتالي هاي عنا فرصة قدامنا وزيد نعملو انتخابات ونرجعو لمسارنا الديمقراطي لانه بالنسبة لينا راه لا مفرر من اللي بدينيه المسار الديمقراطي المركزية دعم العمل البلدي لان البلدية هي اللي تقريبا تشمل كل ميهم المواطن وبالتالي هذا هما الحواج اللي يزلنا نوصل فيه واضح نشكرك برشة سي حمد البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتبع لشأن العام تحية كبيرة لك نشكر زيدا فريق البرنامج ايمن ليجا في الاخراج التقني للحصة سيف بولاريس في الدجيتال العبير في السندار كنت معكم سيهم حمدي من نصنا الحالة التوى في غيكاب مدينة قبل غدوة في غيكاب جديدة في لمينة توتسويت غيكاب ميدي غيكاب ميدي متابع الاخر المستجدات الإخبارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة